وفي سياق آخر كشف مدير مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية أن إرادات الزكاة خلال عشرة الأشهر الماضية أجوزت أربعة آلاف وخمسمائة مليون ريال أسمحت يا أبي هذا الخبر؟ نعم يا بني إنها إرادات الزكاة بوطننا الحبيب نحن أيضا يجب علينا إخراج الزكاة وهل تعلم لما يجب علينا إخراج الزكاة؟ بالتأكيد فالزكاة واجبة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أحسنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أعلم أيضا أن الزكاة هي حق واجب شرعا في أموال محددة لطائفة مخصوصة أصبت ونعني بالزكاة المال الذي يجب إعطاؤه للفقراء ونحوهم إذا توافر النصاب وحال عليه الحول إذن الزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام صدقت فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في القرآن قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ومن جحدها أو منع إخراجها فهو كافر من جحدها مع علمه بوجوبها فهو كافر ومن منعها بخلا فهو آثم ويأخذها الحاكم منه ومؤكد أن الله تعالى أوجب الزكاة على المسلمين فقط بالطبع فلا تجب الزكاة على الكافر كذلك أن يكون المال مملوكا للشخص المزكي أما غير المملوك كالمال الذي لا يستطيع مالكه أن يتصرف فيه كالمال المفقود فلا زكاة فيه أستنتج من ذلك أن الزكاة لا تجب على من لا يملك المال بالطبع فيجب ملك النصاب وهو مقدار من المال من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم يملك لا تجب عليه الزكاة ومن شروطها أيضا كما أخبرتني في تعريفها مضي الحول أي يمر عام هجري على المال الذي بلغ النصاب إذن فالهدف من الزكاة جعل المجتمع الإسلامي أسرة واحدة يعطف فيه الغني على الفقير صدقت يا طلال فأشعر الإنسان بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه جزاك الله خيرا يا أبي على هذه المعلومات القيمة وسأذهب الآن لأخبر عائشة بهذه المعلومات حتى تستفيد بها وجزاك مثله يا بني ولكن قبل ذلك عليك تلخيص ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم الزكاة هي حق واجب شرعا في أموال محددة لطائفة مخصوصة حكمها واجبة مكانتها في الإسلام هي الركن الثالث من أركان الإسلام حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها من جحدها مع علمه بوجوبها فهو كافر ومن منعها بخلا فهو آثم ويأخذها الحاكم منه الحكمة من مشروعيتها تجعل المجتمع الإسلامي أسرة واحدة شروط وجوبها الإسلام ملك النصاب تمام الملك مضي الحول